في سباق تكتيكي ضيع العداء الجزائري جمال سجاتي فرصة الفوز في نهاي سباق 800 متر وكتفى بإهداء الجزائر الميداليا البرونزية بدل الذهبية وكانت المنافسة شديدة حيث أن ابن تيارت الذي يبدأ دائما بكل هدوء ويراقب المجموع عن قرب لم يتمكن من اللحاق بالأوائل الذين كانوا سريعين جدا وحاول جمال سجاتي كعادته زيادة السرعة في اللحظة الأخيرة لكنه لم يستطع أمام الكيني إيمانويل وانيوني ربع أفضل توقيت عالمي الذي وضع لسجاتي خطة كينية محكمة وتعمد إسرع السباق حتى لا يلحق به وفي نهاية السباق دخل السجاتي خط الوصول في المركز الثالث بتوقيت قدره دقيقة و41 الثانية وخمسين جزء من الثانية ورأى الكيني وانيوني والكندي ماركو أروب بطل العالم سنة 2023 ومع ذلك كانت فرحة جمال سجاتي كبيرة بالميدالية البرونزية التي كان الجميع في الجزائر يتمنها ذهبية على غرار ابنة مدينته الملكم القوية إيمان خليف ولكن قدر الله ما شاء فعل مبروك للسجاتي وللجزائر ميدالية جديدة اليوم شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد